عقدت الهيئة العامة الاعتماد ورقابة الصحية اليوم مؤتمر بعنوان نحو المؤتمر الافريقي للصحة الرقمية وضع الاستراتيجيات وشركات المؤتمر الذي تستمر فعالياته حتى الغد يشارك فيه ممثلون على العديد من الدول الافريقية نحو انظمة صحية اكثر كفاءة ومرونة في تلبية احتياجات المواطنين انطلقت فعاليات مؤتمر الصحة الرقمية في افريقيا بعنوان وضع الاستراتيجيات والشركات بمشاركة نخبة من الخبراء والمتخصصين على المستويات المحلية والدولية برعاية وزارة الصحة والسكان احنا عندنا هنا محورين مهمين جدا مش عايزين حاجة منهم تنسينا المحور التاني محور قيمة الصحة الرقمية والتطبيب عن بعض وده قيمة مهمة جدا بتقدم لي رعاية صحية اسهل رعاية صحية بكلفة اسهل اقل رعاية صحية بوصول اسهل رعاية صحية بمتابعة مع المريض بشكل متتالي وقرب المريض باستمرار تقدر توفر على المريض حاجات كتير جدا كان المريض بيضطر انه ينزل عشان يتعامل بالذات لو احنا بنتكلم على اصحاب الامراض المزمنة وكبار السن والناس اللي في المناطق البعيدة اللي صعب الوصول للخدمة المتقدمة ده الصحة التحول الرقمي الدولة المصرية حريصة على التحول الرقمي وحطرة في استراتيجيتها الوطنية والتطبيب عن بعض او الصحة الرقمية هي نوع من انواع التطبيقات التحول الرقمي خاصة في المجال الصحي النهاردة بنشهد نجاح كبير ان احنا قدرنا ان احنا نجمع الشق الافريقي والشق العربي وكمان الناس معانا من الدول الاوروبية عشان نتكلم معانا تجاربنا في الصحة الرقمية وازاي نوصل بدا للتطبيق الفعلي يناقش المؤتمر الذي يقام للمرة الاولى بمصر ابرز التحديات التي تواجه الانظمة الصحية في القارة الافريقية وكيفية الاستفادة من التقدم الذي شهدته الصحة الرقمية خلال جائحة كورونا موضوع المؤتمر الخاص بالتطبيب عن بعد والصحة الرقمية هو موضوع بيهم النظام الصحي في اوجهه المختلف سواء الناحية الوقائية او الناحية العلاجية او الناحية التشخيصية وده زاد الاهتمام به جدا خلال الفترة الاخيرة مع وباء كورونا خلال السنتين تلاتة الاخانيين مقدم الخدمة الصحية من ناحية ومستخدم الخدمة الصحية من ناحية اخرى ممكن يكونوا موجودين في مكانين مختلفين ممكن يكونوا مش قادرين يوصلوا لبعض يا اما الاسباب تتعلق بالوباء بتاع كورونا او لانه هم عندهم نوع من انواع الاعاقة البدنية او الصحية الهدف يعني زي ما شفنا ان الهدف من الصحة الرقمية هو اتاحة الخدمة للمجتمع ومبدأ اتاحة الخدمة بالنسبة لزاوي الهمم او متحدي الاعاقة هو مبدأ صعب هما دايما بيجدوا صعوبة في الحصول على الخدمات لذلك هي تدعو جميع مقدمي خدمات الرعاية الصحية عن بعد او الصحة الرقمية الاهتمام بمتحدي الاعاقة لتيسير حصولهم على الخدمة ولضمان ان ما يكونش فيه حد موجود من غير حصوله على الخدمة الصحية المؤتمر يشارك به اكثر من 65 متحدثا بالجلسات على مدار يومين يمثلون الدول الافريقية بالاضافة لورش العمل بمشاركة مجموعة من المتخاصصين الدوليين من اجل الوصول الى خدمات الرعاية الصحية الرقمية المتقدمة من جميع الخبرات على مستوى العالم اشتركوا في القناة